نجد الجهد والمجال لهم لكن نحن لهذه الظروف الراهنة سنأخذ فقط القانون النهائي لكل من المجال والجهد لثناء القطب لاحظ هذه العلاقات مهمة حفظ شن هي؟ ان البي هو شن هو؟ هو الاستقطاب اللي ساوينا EQL هي المسافة ما بين الشحنتين لثناء القطب إذن الاستقطاب يساوي QL هاي حفظ وعدكم حفظ ان المجال لR حيساوي لي 1 على 4 أبسلون نوت أفتح قوس 3P .R على R خوة 5 ناقص P لقوة 3 يعني تكعيب زين هذا شنو؟ هاي صيغة المجال الكهربائي لثناء القطب واضح واضح وأما اليو فقانونة هيكون U للR هيساوي لي P .R على 4P أبسلون نوت لR تكعيب هاي جهد لثناء القطب هاي أريد من عدكم رجاء حفظ وأريد هاي إحنا بس لطنكم هي الضرورية فقط هاي الضرورية فقط يعني حفظ هذا القانون وهذا القانون للاستقطاب قانون المجال وقانون الجهد واضح أني نجي أكو علاقة أخرى أو قانون لازم نعرف شون اشتقاقه هو إيجاد الطاقة الكامنة لثناء القطب الكهربائي عندما يوضع في مجال كهربائي منتظم منتظم يعني ما طول حطينا يعني خارج زي هذا الاشتقاق مهم لازم اشتقاق مهم خاطر تعرف بأن هذا ضروري إحنا نحفظ زي هس شون هنحفظ لاحظ العلاقة التالية نعرف أن الطاقة الكهرباء الكامنة العفو تساوي لي ماينس كيو يو للإكسترنل لآر زايد كيو يو إكسترنل لآر بلاس إيه لاحظة هنا هنا الطاقة الكامنة تساوي للشحنة السالبة هذا نشوف الإشارة السالبة لثناء القطب والإشارة الموجبة للشحنة بالنسبة لثناء القطب لا إذا كانت أصغر بكثير من الآر فسنستخدم نستخدم قانون متسلسلة القوة قانون متسلسلة القوة شنوه هو إن الإي للإكس الإكسترنل للآر زايدا زايدا L حيساوي لي U الإكسترنل للآر زايدا L دوت دو U إكسترنل للآر أطبقها بالقانون إذن الطاقة ماتي حيساوي لي ماينوس Q U إكسترنل للآر زايدا U في Q إكسترنل للآر زايدا Q L دوت دول U إكسترنل للآر لاحظ هاي موجبة أطبقها موسيقى